الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان أهلا بكم مشاهدنا الكلام إلى نشرة السادسة والبداية بأبرز العنوان بلاسخر تستعد لتقديم إحاطة شاملة في مجلس الأمن الدولي غدا الأمن والانتخابات تتصدر المناقشات أصدر يندد بالتدخلات في عمل المفوضية والعامري يتحدث عن تغيير جدري بالنتائج بعد إلغاء آلاف المحطات المفوضية تعتزم المباشرة بالعد اليدوي لعشرات المحطات الجديدة وتؤكد النظر بأكثر من 1400 طعن أهلا بكم مشاهدنا مجددا قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن أكثر من 6000 محطة انتخابية لم تغلق في الوقت المحدد ما سيؤدي إلى بطلانها وكذا أحداث تغيير جدري بنتائج الانتخابات النهائية وقال العامري خلال لقائه وفدا من الجبهة التركمانية إن قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى إبطال أكثر من 6000 محطة كما ألغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة ما يعني أن 10 ألاف محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة وبيّن العامري أن هذه الأرقام وغيرها هي أرقام مؤثرة من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات وفي المقابل ندد زعم التيار صدري مقتدى الصدر ندد بالتدخلات السياسية في عمل مفاوضية الانتخابات فيما شاد بنزاهة عملها وعدن الصدر في تغريدة له أدانة ضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفاوضية كما لفت إلى أهمية عدم التدخل في عمل القضاء وبيّن الصدر أن هناك من يريد تغيير نتائج ليتمكن من مجارات الكتة الأكبر وتعطيل حكومة الأغلبية التي استاءوا من بوادر إشراقاتها بحسب تعبيره هذا وعلق الطيار الصدري على تقديم أحد الأطراف السياسية طلبا إلى المحكمة الاتحادية لغرض إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وقال قياديون في التيار إن إلغاء نتائج الانتخابات ليس بالأمر السهل وهو مستبعد جدا وبيّن أن الإقدام على هكذا خطوة من قبل بعض الأطراف السياسية تأتي من أجل الضغط خلال التفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة وضف المسعود أن التيار الصدري يحترم رأي الجهات القضائية وأن العملية الانتخابية جرت بنزاهة مطلقة وفي الأثناء أصدرت مفاوضية الانتخابات توضيحا بشأن مستجدات ملف الطعون الانتخابية وأوضحت المفاوضية أنه بعد النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات والبالغ عددها 1436 طعنا أصدر 1415 قرارا برد طعون المرشحين ونقض 21 قرارا لمجلس المفاوضين و15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفاوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها والبقية عددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض المراكز مراكز الاقتراء كما أكدت المفاوضية مفاوضية الانتخابات صدور قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز محطات جديدة يدويا وقال عضو الفريق الإعلامي لمفاوضية الانتخابات عماد جميل أن جميع القرارات الخاصة بالطعون أرسلت من الهيئة القضائية إلى المفاوضية ولا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج نهائية وكشف أيضا أن المفاوضية ستعمل خلال أيام على إعادة فتح محطات وإعادة فرز أصواتها بموجب قرار من الهيئة القضائية وتابع أنه بعد انتهاء العملية سترسل النتيجة إلى الهيئة القضائية وبعد أن تنتهي الهيئة النظرة فيها سيحدد موعد إعلان النتائج يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة مستجدات الأوضاع في العراق وعلى رأسها الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول الماضي في جلسة يوم غد الثلاثة وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونمي إن المبعوث الأممي جنين بلاسخارت ستقدم أقول إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات في العراق خلال جلسة يوم غد الثلاثة ومن المرجح أن تتصدر الانتخابات العراقية والطعون الانتخابية وتفاهمات تشكيل الحكومة المقبلة جدول أعمال هذه الجلسة في غضون ذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن العلاقات بين طهران وبغداد استراتيجية وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن العلاقات العراقية الإيرانية تتقدم إلى الأمام بترابط وثيق جدا في مختلف الأصعادة العلاقات بين إيران والعراق استراتيجية ومتعددة الأوجه وتتقدم إلى الأمام بترابط وثيق جدا في مختلف الأصعادة لقد سعينا على الدوام لدعم بعضنا بعضا في المنطقة خاصة دعم إيران للعراق للمضي في مسار السلام والاستقرار والتنمية والتقدم والعودة إلى أسرة دول المنطقة كلاعب فاعل ومؤشر أمنيا قتل مفوض في الشرطة المحلية إثر هجوم مسلح في منطقة الزعرفارانية جنوب شرقية العاصمة بغداد وبحسب مصدر أمني فإن المهاجمين فتحوا النار باتجاه المفوض وأرضوه قتيلا في الحال كما هاجم مسلحون مجهولون آخرون منزل موظف بوزارة العدل في منطقة الكمالية ببغداد أصفر عن أضرار مادية بالمنزل من دون وقوع خسائر بشرية تذكر إلى ذلك تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة الديوانية إلى هجوم مسلح على الطريق السريع أصفر عن أضرار مادية بأحدى النقلات ويأتي الهجوم في ظل تهديدات واستعدادات للتصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق حيث باشر عدد من الفصائل بإعلان فتح باب التطوع للدخول في مواجهة مسلحة مباشرة مع القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من العراق نهاية العام الجاري وفي غضون ذلك أفاد مصدر أمني بحضوث اشتباكات بين قوة من الجيش العراقي وعدد من المتجاوزين قول في مدينة الصدر وذلك خلال محاولة ملاكات أمانة بغداد رفع بعض التجاوزات عن المحالة التجارية اشتركوا في القناة صحياً الآن حيث جددت وزارة الصحة تحذيرها من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة مؤكدة تنسعيها إلى وصول اللقاحات إلى مختلف الفئات العمرية ووضحت الوزارة أنه رغم انحصار الموجة الوبائية الثالثة إلا أن خطر دخول البلاد في موجة جديدة مزال قائماً مبينة أنها مستمرة في زيادة الأسر والمؤسسات المخصصة لعلاج مرضى كورونا والتهيئ للدخول في موجة جديدة أكدت وزيرة الهجرة إيفان فائق يعقوب أن إجراء الوزارة بعد إغلاق مخيم عمرية الفلوجة تجاه سكان المخيم يتمثل بدفع مبالغ لهم وإسكانهم في مناطق أخرى غير مناطقهم الأصلية مؤقتاً وفيما يتعلق بنزحي قرى المقددية فقد أوضحت الوزيرة أن الأوضاع الأمنية هي التي تعيق عودتهم وأن هذا الموضوع خارج سلطة الوزارة الفلوجة أغلق نأتنا زيارة خلال الأيام القادمة إلى الأنبار لتعويض بعض العوائل التي لا تقدر تدفع بدل إيجار سيتم دفع لها مبلغ بالتنسيق مع الوقف السني وبالتالي سيتم استئجارها في مناطق أخرى غير مناطق سكنها إلى أن يتم حل حالة المشاكل التي تتعاني منها أما فيما يخص محافظة إديالي الناس يكونون متواجدين في دور مؤجرة تدفعها الأيوم إلى أن يتم تأمين مناطقها نحن كوزارة المؤجرين لسنا دخل في اختصاص عمل الوزارات المعنية التي هي الأجهزة الأمنية لكن الذي علينا هو احتضانهم وإغاثتهم وتوفير لهم مكان لائق إلى أن يتم حل حالة مشاكلهم الأمنية التي عودتهم آمنة إلى مناطقها دعا ابناء الصابئة المندائية إلى توفير الأمن والحماية لأبناء الطائفة لتحفيز المهاجرين منهم على العودة إلى العراق وكذا المشاركة في بناء وطنهم وإعماره وأكد المندائيون أن المتبقي من أبناء هذه الطائفة في العراق لم يعد يتجاوز 15 ألفا فقط فيما كانت عددهم تتجاوز مئات الألوف في السابق معكدين أن أهمية طائفتهم لا تتمثل بالعدد بقدر كونهم حراساً للحضارة الآرامية مبينين أنهم مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي الرافض لكل دعوات التفرقة والطائفية راحة بدأت بالتناقص بعد 2003 والحد الآن الهجر المتزايدة ولكن حتى الذين هاجروا من البلاد هم على أمل قسم كبير منهم يأمل بالرجوع بعد استقرار الوضع إن شاء الله ولذلك أعدادنا يتراوح بين العشرين إلى خمسة عشر ألف حالياً بينما كان قبل سقوط بغداد أكثر من 200 ألف تقريباً المندائيون في العراق هم طائفة ألفية أقلية دينية وعمرها أكثر من ألفي عام تمثل ثروة عراقية لا يمكن تعويضها فنحن لا نتحدث عن الجانب العددي أو الوزن الديمغرافي عن القيمة الحضارية والثقافية التي يمثلها المندائيون الذين يمثلون حراس ثقافة آرامية قديمة فالاهتمام بهم من قبل الدولة واجب أساسي سواء تحدثنا عن الاهتمام بثقافتهم أو لغتهم أو مثل ما يحدث في هذه الفعالية اليوم التي تمثل جانباً من الاهتمام بإحياء هذه الثقافة والحفاظ على موروثاتها الحضارية وعلى وجودها كطائفة أصيلة تمثل مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي حقيقة حاول أعداء العراق زرع الطائفية والبغض بين مكونات الشعب العراقي العراقي بطبعه لا يحب العنف والعراقي بطبعه يتوأم مع الجميع يتعايش مع الجميع ولهذا بنوا حضارات عريقة منذ آلاف السنين ولهذا تجد أي مبادرة لتفتيت هذه الوحدة الوطنية تفشل لأن العراقيين أصلا هذه المبادرة التمكين وهيئة المصارف العراقية جاءت بالوقت المناسب لكي يشعر صابعاً من داين بأنهم أبناء هذا البلد وأنهم أصلا حالهم حال بقية مكونات الشعب العراقي فامتدت يدهم الكريمة إلى إعادة إعمار من دينا قاعة القزابرة دخيل لكي تعلو الصلوات إلى رب العزة الواحد الأحد فشكراً لهم وشكراً لكل العراقيين الأصلا بهذا مشاهدين نصل إلى طيئ أوراق هذا المععد الإخباري ونذكر بأبرز عنوينه بلاس خارت تستعد لتقديم إحاطة شاملة في مجلس الأمن الدولي غداً الأمن والانتخابات تتصدر المناقشات الصدر ينادد بالتدخلات في عمل المفاوضية والعميري يتحدث عن تغيير جدري بالنتائج بعد إلغاء آلاف المحطات والمفاوضية تعتزم المباشرة بالعدل يدوي لعشرات المحطات الجديدة وتؤكد النظر بأكثر من 1400 طعن مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك تويتر ويوتيوب وإنستجرام دمتوا في أمان الله إلى اللقاء